كانت نهاية شهر أوت عام 1962 أول باكالوريا بعد استقلال الجزائر حيث نجح أزيد من ألف طالب بالالتحاق بمقاعد الجامعة من بين ثلاثة آلاف طالب عام 1963 تم إمضاع اتفاقية تقضي بالإبقاء على ثمان ثانويات فرنسية في الجزائر واستحداث باكالوريا فرنسية جزائرية تضاف إليها مادة اللغة العربية وتاريخ وجغرافيا الجزائر تحت إشراف أول وزير للتربية الوطنية عبد الرحمن بن حميدة استمرت التعديلات في نسخة شهادة الباكالوريا حيث تم إلغاء اعتماد علامة المراقبة المستمرة والشعب الخاصة مع إلحاق العلوم الإسلامية بباكالوريا الأداب عام 1994 وبعد 14 عاماً اعتمد نظام جديد يرتكز على ست شعب بدلاً من تسعة الباكالوريا نغستها بعض الشوائب حيث تمت أضخم عملية تسريب للمواضيع في أول باكالوريا بعد الاستقلال نسبتها السلطات العمومية آنذاك لمؤامرة حيكت في ظروف أمنية صعبة تزامناً مع اغتيال الرئيس الراحل محمد بوظياف مما استدعى إعادة إجراء الامتحان الذي شارك فيه آلاف المترشحين رغم اختلاف الظروف والإمكانيات بين الماضي والحاضر إلا أن امتحان شهادة الباكالوريا لدى الأسر الجزائرية لازال يحتفظ بتأثيره الخاص فهو بالنسبة إليهم تقرير مصير مستقبل أبنائهم العلمي والمهني بين من كانوا ينتظرون الإعلان عن أسمائهم في الإذاعة الوطنية لتنشر القوائم في الصحف الوطنية لاحقاً و700 ألف مترشح يجتاز امتحان شهادة الباكالوريا اليوم حقبة زمنية تغيرت فيها النظم التعليمية وثبت القول تعلم فليس المرء يولد عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل ترجمة نانسي قنقر